مرحبا صباح الخير سنستمر اليوم في سلسلة المحاضرات حول فكر وفلسفة الفيلسوف باروخ سبينوزا كنا قد علجنا في المحاضرة السابقة مفهوم الرمز وتكون الخيال في كتاب سبينوزا رسالة باللاوث والسياسة وكذلك في الكتاب الثاني من الاتقاء واليوم سنرى كيف عرض سبينوزا الفكر اللاهوتي من خلال نقضه لتلاثية الكمال الخطيئة والسقوط وكذلك من خلال نقضه لمنهج ديكارت التحليلي وكذلك لنقضه عموما للديكارتية كنا قد تحدثنا أيضا عن أنماط المعرفة حسب سبينوزا وميزنا ما بين ثلاث أنماط النمط الأول القائم على لزيد أفكسيو أفكار الإنفعالات ثم النمط الثاني القائم على المفاهيم والنمط الثالث القائم على الجواهر يعني الأفكار الجواهر كنا الأفكار الإنفعالات والأفكار المفاهيم والأفكار الجواهر طبعا لم ندخل بعد بشكل متعمق في النمط الثاني والنمط الثالث للمعرفة ولكن ما سنحاول اليوم أن نستوعبه هو المحتوى النقدي المعادل اللاهوت الذي من خلاله تتضح أهمية نظرية سبينوزا في أنماط المعرفة خاصة فيما يخص النمط الأول للمعرفة وهو لزيد أفكسيو الأكيد والواضح بالنسبة إلى سبينوزا هو أن الناس في البداية يكونون محكمين بالنمط الأول للمعرفة بمعنى النمط الأفكار الإنفعالات في هذا النمط كما سبق وأن ذكرنا تلعب الصدفة دورا حاسما وتكون المعرفة ضمن هذا النمط معرفة قائمة على معرفة الآثار وليست قائمة على معرفة الأسباب في الواقع يؤكد سبينوزا في الكتاب الثاني من الاتقاء أننا لا يمكننا أن نعرف ذاتنا ولا الأجساد الخارجية إلا من خلال الانفعالات التي تتركها هذه الأجساد على أستادنا لماذا؟ لماذا أولا هذا القول؟ ولماذا نعتبر أن هذا القول الذي يقوله سبينوزا وكل نظرية سبينوزا حول أنماط المعرفة هي نظرية تعادي ما كان سائدا في التقليد الفلسفي اللهوتي أولا هذا القول يناقض الكوجيتو والجوهر المفكر ثانيا هذا القول الذي يقوله سبينوزا هو ضد المسيحية وضد اللهوت لأن اللهوت المسيحية يستند أساسا على فكرة كمالية الإنسان الأول المخلوق آدم إنسان الأول خلق في أحسن صورة وخلق في ظل أو خلق كمخلوق كامل على نحو مطلق نظرية الكمال آدمي يعني ما يعرف بنظرية الكمال آدمي تقول بأن آدم كان قبل الخطيئة إنسانا كاملا قد خلق في أحسن صورة ثم بعد الخطيئة يبدأ تاريخ السقوط السقوط هنا إذن يفترض طبعا آدم أن آدم كان كاملا قبل وجود أو قبل أن يقوم بالخطيئة سبينوزا يقول أنه حتى لو افترضنا وجود إنسان أول فإننا لا يمكننا أن نتصوره على أنه كامل إنما على العكس لا يمكن لي وجوده إلا أن يكون أدنى مراتب الوجود بسبب بسيط هو أن هذا الإنسان الأول سيعيش سيكون قد عاش على وقع الصدفة وعلى وقع النظام أو النمط الأول من المعرفة لزيده أفكسيو إذا افترضنا أن آدم قد وجد إذن فعلينا أن نفترض في هذه الحالة أنه قد وجد في حالة اللاكمال المطلق من هنا أهمية طبعا الرسائل التي تبادلها سبينوزا مع القصة بليمبرغ طبعا هنا أنصح بقراءة الرسائل لتتضيح الصورة أكثر وكذلك بالتعليق بالتعليق الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز في كتاب سبينوزا فيلوزوفي براتيك وكذلك في الكتاب التعليق سبينوزا ويهو براتيك سنركز هنا على الطابع الثوري لفلسفة سبينوزا وسنحاول أن نبرز هذا الطابع ونكشف عنه حتى يتسنى لنا أن نستوعب وضع سبينوزا داخل تاريخ الفلسفة وكذلك أن نستوعب أيضا لماذا كانت كلمة سبينوزية مرادفة لتهمة أولا سبينوزا سيتعرض بالنقد على غرار هوبس للنظرية التي شكلت العمود الفقري للتقليد الفلسفي المسيح وأقصد هنا نظرية القانون الطبيعي أو نظرية القانون الإلهي شيشرون هو من قام بتجميع الأفكار الرئيسية للنزاعات الفلسفية الأفلاطونية الأرستية والرواقية حول النظرية التقليدية للحق الطبيعي ويمكننا أن نلخص هذه النظرية في العديد من النقاط المحورية لعلى أهمها هي الآتية أولا تعرف هذه النظرية طبيعة الموجود انطلاقا من كماليته وغايته هنا القول بأن الإنسان في طبيعته إنسان عقلاني واجتماعي ثانيا من النقطة الأولى يتضح أن ما هو طبيعي ضمن هذا التقليد الفلسفي ليس ما هو قبل مدني وإنما يحيل إلى الحياة المنسجمة مع المجتمع المدني الخير ثالثا من هنا أولية الواجب على القوى الطبيعية في الأخير طبعا تقول هذه النظرية بأحقية وتفوق الحاكيم لأن هذا الأخير هو الذي يجيد الحكم على نظام الغايات كل هذا يثير في توافق مع التعاليم اللاهوتية المسيحية وستشكل هذه النظرية التقليدية في الحق الطبيعي أساس الرؤى اللاهوتية الطبيعية وكذلك أساس الوحي الإلهي أيضا لهذا سبينوزا سيكون مجبرا بنقد هذه النظرية بكي يتخلص من كل هذا الإرت الفلسفي المسيحي في تاريخ الفلسفة تعرض هوبس قبل سبينوزا لهذه النظرية نظرية القانون الإلهي أو الحق الطبيعي التقليدية واستبدلها بنظرية أخرى للحق تستند على مفهوم الجسم كمفهوم ميكانيكي وديناميكي وسيقوم سبينوزا بتكييف هذه النظرية مع أهدافه وغايته الفلسفية إذن لكي ألخص الفروق طبعا حتى لا أدخل كثيرا في التفاصيل يمكننا أن نقول أن في النظرية اللاهوتية للحق الإلهي التي نجدها في الأفلاطونية في الأرستية وكذلك في الرواقية وفي التقليد الفلسفي اللاهوتي يولد الإنسان عاقلا مدنيا ومتدين عند سبينوزا هنا تكمن ثوريته لا أحد يولد عاقلا متدينا ومدنيا وإنما يصير الإنسان كذلك في خضم ظروف تاريخية واجتماعية محددة إذن ومن وجهة نظر الحق الطابعي طلاقا من هذا القول لا توجد أي أفضلية للحاكيم على المجنون كل واحد منهما يحاول البقاء في كينونته الخاصة أو الحفاظ على كينونته الخاصة من المفهم كوناتوس في حالة الطبيعة سواء كان الإنسان حكيما أم مجنونة فهو الوحيد الذي له الحق في الحكم على الجيد والقبيح أي على ما هو ضروري لبقائه أنسا أخدو سنستمع لإجيل دوليوز في كتابيه بالطبيعة سنستمع لإجلال الكتابيه وأنسا أخدو سنستمع إلى الأسفور كتابيها كتابيها سنستمع جاء وفتح وإسانما يكون جعلنا أبداً على نطباً على وقتنا انساء الأسفور يشرح فكرة Spinoza عن الحق الطبيعي ويقول أنه في حالة ما إذا كان الباشر وهم في حالة الحق الطبيعي وقد قرروا أن يتخلوا عن هذه الحالة هذا لا يتخلوا عن ذلك من خلال الاعتراف في حقية و تفاوق الحكيم ومن خلال نفسنا من خلال التقبل أو التوافق مع هذا التخليف بار كرانة دان بلغران مال تخوفا من شرين أكبر أو بار اسفر دان بلغران بيان أو أمالا في خيرين أفضل مبدأ التعاقد هو المبدأ الذي سيأخذ مكان قاعدة تفوق الحاكم حالة الطبيعة إذن ترتبط عند سبينوزا بالنمط الأول للمعرفة الذي سبق وأن تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة من هنا ينظر إلى آدم على أنه طفولة البشرية التقليد المسيحي إذن يحاول إظهار آدم كموجود كامل حور وعاقل قبل الخطيقة آدم في فكر سبينوزا يتحول إلى إنسان حزين ضعيف جاهل وعبد صدفة اللقاءات آدم الشقي الذي يحيا ويعيش وفق النمط الأول للمعرفة القائمة هذا هو البعد طبعاً النقدي لنظرية سبينوزا في أنماط المعرفة ولماذا أيضاً اعتبر سبينوزا أن النمط الأول هو نمط قائم على لزيد أفكسيو هو النمط الأدنى في مراتب الوجود الإنساني طبعاً لابدهنا من التطرق أيضاً إلى علاقة سبينوزا بدكاً وهذه قضية جد مهمة بالنسبة لنا حتى نوضح لماذا أهمية سبينوزا في تاريخ الفكر الفلسفي طبعاً عند سبينوزا تمثل مفاهيم الجوهر الإله والطبيعة مترادفة فجميعها تحيل إلى الواقع نفسه الذي تكون الأشياء الأخرى عبارة عن أنماط لوجوده أما بالنسبة للحقيقة فهي دائماً بالنسبة إلى سبينوزا ذات طابع غياضي بإمكاننا إذن أن نلخص فلسفة سبينوزا في هذا اللقاء الذي يتحقق بين إن كونسيبشون ماتماتيك دولاب غيتي واحد تصور رياضي للحقيقة وكذلك المعادلة لا يسوي الطبيعة يسوي الجوهر بالنسبة لديكارت فالأفكار هي دائماً ذات طبيعة تمثلية للواقع حقيقة الأفكار تقاس بمدى تناسبها أو بمدى تطابقها مع الواقع لهذا السبب يوجد مجال للشك داخل ديكارتير أو في التأملات على سبيل المثل ولهذا السبب أيضاً يغيب الشك عند سبينوزا الشك يؤكد على ضرورة قياس نظام الأفكار على نظام الأشياء وفي حال كان القياس صائباً وتحقق التوافق بين الفكرة والشيء نقوم بإزاحة كل الأفكار التي لا تطابق الواقع والتي لا تطابق الشيء ونبقي على الأفكار الأولى في الدكارتير تقوم طيببة الإله بدور الضامن للمعرفة ولحقيقة الأفكار لأنه الإله والسبب الواحد للأفكار والأشياء معاً لا يمكنه أن يخلق بما هو واحد مخلوقان مختلفة أهمية سبينوزا في تاريخ الفكر الفلسفي تكمنه في أنه بكونه قد حرر من مفهوم الحقيقة من مفهوم الشك من مفهوم الرمز من مفهوم الإرادة وكذلك من مفهوم الإله وحتى من الأشياء الخارجية الحقيقة ليست بحاجة لا للرمز ولا الإرادة ولا الإله ولا الأشياء الخارجية ولا حتى للشكل بهذا المعنى سبينوزا ينهي على كل آثار سكولائية التي ضلت بقية لدى ديكارت بتحريره لمفهوم الحقيقة ونقضه للثنائية التي شكلت جوهر المسيحية والتقليد الفلسفي اللاهوتي سنحاول الآن أن السوعب بأي معنى يكون منهج ديكارت الفلسفي منهجاً تحليلياً لنرى بعدها لماذا اعتبر سبينوزا أن هذا المنهج غير كافي وكيف عرض هذا المنهج بالمنهج التركيبي تستندو الديكارتية أساساً على فكرات كافيات الفكرة الواضحة ومميزة هذه الكفاية هي التي تؤسس لمنهج ديكارت التحليل ماذا يعني هذا؟ بالنسبة لديك ديكارت تكون لنا في البداية معرفة واضحة ومميزة للآثار النتيجة لفة تكون لدينا أولاً معرفة واضحة ومميزة بالنتيجة أو الآثار قبل أن تكون لدينا معرفة واضحة ومميزة للسبب مثلاً أعرف أنني موجود ككائن مفكر قبل أن أعرف السبب الذي يحدد وجودي ولكن المعرفة الواضحة والمميزة للآثار قد تفترض معرفة بالسبب تكون غير مكتمينة تقدر تكون المعرفة للآثار مرتبطة بواحد لكنها لا يمكنها في كل حال من الأحوال أن تفترض معرفة واضحة ومميزة بالسبب لا يمكننا أن ننطلق بنسبة لديكار من السبب لنصل إلى الآثار لا يمكننا أن نقول بأننا ننطلق من معرفة واضحة للسبب لنصل إلى معرفة واضحة بالآثار انطلاقاً من المنهج التحليلي منهج التحليلي ينطلق من الآثار وليس من الأسبب والعكس بالنسبة إلى ديكارت هو الصحيح لأن معرفة السبب معرفة واضحة ومميزة تفترض معرفة واضحة ومميزة بالآثار لابد أولاً لكي نعرف السبب معرفة واضحة علينا قبل ذلك أن نكون قد عرفنا أو الآثار معرفة واضحة الآثار في فتاح السبب وليس الحكس هذا هو أساس التأملات الديكارتية وهذا ما يميز ما يضبطه ديكارت تحت مسمى المنهج التحليلي والاستنباط في فكر ديكارت إذن نجد أطروحتين أساسية الكفاية النظرية للفكرة الواضحة وميزة السيفزانس دي ديكارت وإمكانية الانتقال من معرفة واضحة ومميزة بالآثار إلى معرفة واضحة ومميزة بالأسبب إذن المشكلة هنا بين سبينوزا وديكارت لا تخص فكرة ارتباط الآثار بالسبب سبينوزا ولا ديكارت تجبهم التفقين بأن الآثار مرتبط بالسبب أين هي الإشكالية؟ الإشكالية تتعلق بأفضل طريقة ممكنة لإضاحة كيف ترتبط الآثار بالأسبب هذه هي الإشكالية الفلسفية المفتاح التي ينبغي الانطلاق منها حينما يتعلق الأمر بمعالجة الفروق النظرية والفلسفية بين ديكارت وسبينوزا بدأنا من ديكارت سنرى الآن معنى المنهج التركيبي عند سبينوزا وبأي معنى سبينوزا يعارض بهذا المنهج تيكارت هي القضية عموما قد تأخذ الكثير من الوقت وكذلك الكثير من التعليقات على العديد من النصوص الفلسفية أنا سأختصر هذه الطريق ولكنني سأقدم إحالات لمن يريد أن يتعمق أكثر في هذه المشكلة طبعا كما قلت يوجد كتاب جيل ديكارت يعني سبينوزا وفلسفية بين ديكارت في هذا الكتاب بإمكان توجه مباشرة إلى الجزء إلى الجزء المعنوان بسبينوزا contre ديكارت الصفحة 140 الصفحة 152 نا ممكن أنه يتعمق كثيرا في هذه القضية يوجد كذلك كتاب آخر هو كتاب مؤرخ الفلسفة الفرنسي والذي كان مختصا في الفلسفة العقلانية وفي طريق الفلسفة العقلانية خاصة ليفنيس ديكارت وسبينوزا والذي كتابا كتابا جيد ترباويا حولا Spinoza عنوانهو لسان سور Spinoza فلسفة أصل فردنان حيييى من الطر LI au尊ي لكم Lui لا أسمع الأولى الناتوراليزم سبينوزيست الى ماتماتيك النزعة طبيعية سبينوزية والرياضية أنا هنا فقط سأقوم بالتلقيص لأن معارضة سبينوزا لمنهج ديكار تحليلي ستتخذ أحيانا أو في الظاهر شكل العودة الى أريستو معنى هذه القضية لن أدخل فيها اليوم فقط سأوضح بأي معنى سبينوزا يعارض المنهج التحليلي بالمنهج التركيبي في الواقع يقول سبينوزا أنه بإمكاننا أن ننطلق من معرفة واضحة للأثر بإمكاننا أن ننطلق من معرفة واضحة للأثر ولكن بهذه الطريقة لا يمكننا أن نصل إلى معرفة واضحة بالسبب قدره سبينوزا هذا أول نقض يوجه إلى ديكار يقول إمكاننا أن ننطلق من معرفة واضحة للأثر ولكننا يمكننا أن نصل انتذاقا من هذه المعرفة إلى معرفة واضحة بالسبب لن نعرف أي شيء يخص السبب من خارج ما نعرفه عن الأثر وبالتالي ننطلق إلى معرفة المناسبة ومعرفة المطابقة الفيكرة الواضحة إذن لديك لير لا يمكننا أن نتقده بنا إلى أي مكان بالنسبة إلى سبينوزا معنا أنها مبدأ لا يمكننا أن نتقده سبينوزا هذا المبدأ غير غير لا يمكننا أن نتقده إلى المعرفة المطابقة لأن هذه الفكرة الواضحة في أفضل الأحوال تقوم بتعريف خصائص الأشياء وتقدم معرفة سلبية بالسبب كناسس نيجاتيف إذا نطلقنا من معرفة للأثر ونصل معرفة سلبية بالسبب وليست معرفة إيجابية معنا سنقول ما هو غير السبب هنا سنأخذ بعض النصوص بعض يكون كينوحد الإدراك حيث الجوارد واحد شيء يصنبط من شيء آخر ولكن لا تكون هناك لا تكون معرفة يعني مطابقة سنقوم بتعريف خصائص الأشياء مطابقة آخر نقوم بتعريف خصائص الأشياء وليست معرفة كما تكون هناك نقدم معرفة جد عمومية بالسبب هذا ما يتضح من خلال يعني تقدم معرفة جد عمومية بالسبب كما يكون هناك هل هناك بحشانة ثم يكون هناك ي Vilحدها إلى أن يكون هناك وليست معرفة كونه وليست معرفة جد عمومية بالسبب إما إلى معرفة عمومية لتحدد أو لا تقدم معرفة متابقة لتقدم معرفة عمومية أو تقدم معرفة سلبية نسانبت من شيء على طريقة تالية هنا ينتقد هذا المنهج الدكارتي أو المنهج التحليلي الاستنباطي إذن وبالتالي تكون نتائج أو استنتاجات هذا المنهج يقول في نظر بيان كسرطان نيبا أسير لا تكون مؤكدة كل هذه الحالات كل هذه الحالات التي كتبها سبينوزا هي موجهة ضد ديكار سبينوزا لا يؤمن بفكرة كفاية الفكرة الواضحة ولا يقول بإمكانية انتقال المعرفة من معرفة بالأثار إلى معرفة ثم إذا كانت الفكرة الواضحة غير كافية فما هي إذن؟ الفكرة الكافية عندها سبينوزا إذا كان سبينوزا كيقول بيانا لا يمكننا إذن أن نكتفي بالتحديد أو بإضاحة كيف تتحدد الأثار بأسباب ولكن ينبغي أن نبرهن أن نبرهن كيف تكون المعرفة الحقة بالأثر مرتبطة في ذاتها بمعرفة السبب وهذا هو المنهج التركيبي هنا وعكس منهج التحديدي ينطلق من السبب يكون فيه مفتاح الأثار وليس العكس طبعا الغرض من هذه المحاضرة كان هو توضيح لماذا اعتبر سبينوزا فيلسوفا أو معاديا للتقليد الفلسفي اللاوتي ثم كذلك لماذا أين تكمن أوجه الاختلاف المنهجية وكذلك الفلسفية بين ديكارت وسبينوزا سنحاول في الأزاء اللاحقة العودة إلى كتاب رسالة في الاهوت والسياسة لكي نبدأ بالاقتراب شيئا فشيئا إلى واحدة من المفاهيم المركزية في هذا الكتاب وهو مفهوم الدولة السيقراطية أو التحليل الذي قدمه سبينوزا لما اسماه بسيقراطية مفهوم الدولة السيقراطية مفهوم الدولة السيقراطية